بداية قوية جدا للدوري المصري الممتاز في بوادر اننا قدام موسم هيكون موسم قوي شفنا مبارح الاهلي الباحث عن استعادة اللقب بيبدأ مشواره بفوز بهدف على الاسماعيلي احرزه الوافد الجديد شادي حسين اما الزمالك فاستطاعه والاخر الفوز بهدفين على حساب سموحة شارك في تسجيلهم الوافد الجديد سمسون وبكده الفريقين حصدوا اول تلات نقاط في الدوري عشان يكون فوز الزمالك هو الرابع بعد فوز سيراميكا على المصري والاتحاد على اسوان دوري السنة دي بدايته مشتعلة زي ما شفنا وتبعنا مبارح في انتظار طبعا مباريات الاسبوع التاني يوم الحد اللي جاي خلونا نتكلم بالتفصيل اكتر مع عضفنا عبد الحميد فراج الناقد الرياضي اللي منوارنا صباح الخير عليك صباح الخير عليك عزيزي محمد صباح الخير علينا وصباح الخير على كل مشاهدي القناة يا اهلا بك قبل ما نتكلم عن مباريات بعينها يعني بشكل عام الدوري مشتعل بادئ بداية ساخنة صحيح كل الفرق نبدأ يعني ناخد خطوة كده الوراء قبل بداية الدوري كل الفرق كانت دعمت صفوفها بشكل كويس بدأت تجاهز نفسها اللي استعد بمعسكرات اللي استعد بمباريات ودية كان في بعض الفرق بدأت بداية شوية أفريقية زي فيوتشر وبرامدس والأهل والزمالك الزمالك كمان ما ريحش من الموسم الماضي وكان يعتبر التحام الموسمين ببعض لعب بطورة كاس السوبر لوسيل الودية ثم بدأ دور التمهيدي في أفريقيا فكان استعداداته يعني متلحمة على طول وراء بعضها زي ما قلنا فيوتشر برضو بدأ في تمهيد الكونفدرالية برامدس والأهل بدأوا في المشوار الأفريقي من الدور الـ 32 فالاستعدادات واضحة من الجميع وزي ما قلنا معظم الأندية تقريبا دعمت صفوفها بشكل جيد وبداية كانت فعلا بداية ساخنة من معظم فرق الدوري شفنا في أول يوم ظهور طيب لحد ما من فريق أسوان قدام الاتحاد رغم أن أسوان لسه وافد جديد ولسه اللعيبة ما نسجمتش مع الكابتن ربيع يسين وفوز زي ما حضرتك استعرضت الأهل والزمالك برضو فوز من الوافد الجديد أستن أموتو مع الاتحاد السكندري وهو برضو أعتقد أنه صفقة جيدة جدا لفريق الاتحاد شفنا البنك الأهلي وفارقه فيه ندية كبيرة جدا في المباراة وتعادل وكان تعادل مسير جدا شفنا فيه سخونة تحكمية بشكل عام في الجولة كلها في الست مطشاط اللي تلعبت لحد دلوقتي قبل ما نكمل الجولة النهاردة فيه أكتر من قرار ولأ الحكام سايبينهم يبقى فيه مساحة التحام بين اللعيبة لا شفنا فيه قرارات ممكن تكون مصار جدل بسيط كان عندنا كلام الفترة اللي فاتت على التحكيم وحتى يمكن كان فيه اعتراض مبارح أكتر من مرة في أكتر من مباراة سواء كان في مباراة الأهل الإسماعية أو في مباراة الزمالك كان فيه كلام وكان فيه الجوع للفار كتير وكان فيه يعني كلام كتير احنا شفنا الاستعانة بالتحكيم المختلف شكل التحكيم متخيل حيكون ماشي ازاي في الدولة شايف ان فيه اختلاف شوية عن المسلم اللي فات وشايف ان الحكام نقدر نقول كده متغطيين أو متدفيين بكلاتنبرج كلاتنبرج ميديهم ثقة كلاتنبرج ميديهم سماح ان هم ياخدوا قراراتهم بشجاعة وما فيش اي مشكلة احنا شفنا فيه مباراة مباراة الزمالك واسموحة حكم نادة الأمر الدولة رحشة في الفار واللعبة ربما كانت تحتسب في الفترات الاخيرة ضرب الجزاء ولكن اصر على قراره بشجاعة جدا ومعندوش اي مشكلة ورغم ان زي ما قلنا فيها يعني تلامس بين مدافع سموحة وبنزيزه وشده من الرأب حاجة بسيطة تحتسب تقديرية ممكن تحتسب ممكن لا كان فيه قرارات برضو في مباراة النادي الاهلي الطرد المباشر من محمد عادل حكم مباراة الاهلي والاسماعيلي الطاهر طاهر رغم ان اللعبة تكاد تكون في منطقة جزاء الاسماعيلي لا تمثل اي خطورة بس هي فيها ضرب وفيها تعامل ففيه انا حس ان الحكام حسين بشجاعة وحسين بان هما كلاتنبرجي مديهم السقة وكلاتنبرجي في المعسكرات قال لهم سيبوا مساحة الالتحامات شوية ما ترجعوش للفار كتير ودوا سقة لحكم الفار لما يديكم القرار عشان ما يبقاش فيه توقف كتير للمباراة الحاجات دي كلها اتخيل انها ممكن تساعد في سرعة رتم المباريات في الدولة المصر وده هيساعد ان شاء الله في تطوير المنظومة بشكل كامل وبمناسبة كلامنا عن التحكيم حسنا فعل اتحاده الكورا انه هو اوفى بوعوده ودفع كل المستحقات المتأخرة للحكام وده برضو هيساعدهم في انهم يكونوا مركزين اكتر واكتر في الفترة اللي جاي طيب المدول الفن الجديد لنادي الاهلي كولر عملنا مطشين مع الاتحاد المنستيري وكان الاهلي اداء لحد ما معقول وشفنا مباراة الامس هل جمهور النادي الاهلي اصبحت راضية او اقتنعت على الاقل بهذا الرجل الثقة بتزيد كل يوم يوم عن التاني الرجل مبارح كمان عمل تركة فنية كده كسبته ارضية كبيرة جدا عند جمهور النادي الاهلي وهو مشاركة كريم فؤاد رغم انه هو مكانش في المركز دوت يعني احمد عبدالقادر بقاله اكتر من مباراة في المباراتي المنستيري وفي المباراة امس مش ظاهر بالصورة اللي احمد عبدالقادر اللي الناس مستنينها سجل واحتفل وعمل سوكسي وكل حاجة بس مش هو ده احمد عبدالقادر اللي الناس مستنينها بيضيع فرص كتيرة بما يكون في بعض القرارات الفنية في بعض الهجمات بياخر فيها الهجمة فده تغييرة بتاعة كولر هو علق كمان على النقطة دي تحديدا وقال انه هو لما لقاه في تدريب بيتحرك كتير من غير كورة وكده ففكر انه يحطه في هذا المركز مظبوط وهو استغله مبارح قدام اكرم توفيق في المركز الجناع اتخيل ان هي كتغيرة مهمة جدا واصفرت عن الهدف هدف مبارح يعتبر هدف البودلاء فهيحسب في الاول وفي الاخر اللي كولر كريم فؤاد هو صاحب الاسست والدهل شادي حسين وشادي حسين برضو تسجيله الاول اهدافه بيكسب ثقة كبيرة عند جمهور النادي الاهلي عايزين يبقى فيه راس حربة اساسي موجود عندهم يعتمدوا عليه بجانب طبعا محمد شريف فاعتقد ان كانت مباراة فيها نقطة كتيرة جدا اضافية للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وفي ميزة كمان عند مارسل كورر ان هو في التلات مباريات خرج بالشباك نظيفة ودية نقطة دايما جمهور الاهلي بيركز فيها مع المدرب انا افوز ومحتاج ان انا افوز بنتيجة كبيرة بس الشباكي ما تهتزش علشان في المواعيد الكبرى وفي المباريات الكبيرة ما يبقاش فيه تهديد بيمثل تهديد هجومي على النادي الاهلي طيب فكرة كولر ان هو بيغازل الجماهير او بيحقلهم توقعتهم وامنيتهم اعتقد ده هو ده واحد من اسباب المخلية الجمهور بيدعمه واحنا شفنا قد ايه الفترة اللي فاتت هو بيحاول يعمل تغييرات مختلفة ممكن تكون هما مش متوقعينها ولكن بترضيهم احنا متعودين انه بيطلع لعيبة وينزل مكانها لعيبة على غير العادة فيه مباراة امبارح توقعوا يحصل تغيير خروج سافيو وينزول افشا لكن امبارح محصلش كده سافيو فضل موجود وافشا نزل معي صحيح ففرقت جدا في شكل الملعب وفرقت مع الجمهور مظبوط وهو بيحاول يعمل تركيبة فنية شوية في الجانب الهجومي ده لانه عنده اكتر من عنصر في المنطقة دي وبالمناسبة كمان الكهرباء لما هيرجع من الاقاف برسيتاء ولما يبقى فت ويرجع يشارك في المباراة هيبقى في عنده زحمة في المنطقة دي مصطفى مميسي اللي جاي برضو في التدعمات بداية الموسم ده فالمنطقة دي مليانة في عنصر النادي الاهلي فهو بيحاول يعمل تركيبات الهجومية طب انا لو لعبت بطاهر وعبدالقادر وفي النص افشا هيبقى الشكل عامل ازاي طب برونوسافيو لو استغلته فترة تحت المهاجب او فترة جناح بيحاول يعمل التركيبة دي وبعدها بداية بسيطة بالمناسبة سحب برونوسافيو ونزل عمر السولية علشان يغز منطقة وسط الملعب اعتقد ان كولر لسه بيحاول يعمل التركيبة دي وخصوصا ان هو لسه برضو عنده متشاك كتير صعبة جاية المباراة الجاية ربما ما تكونش بالقوة الكبيرة بس بعد كده هيتطلع في السوبر المحلي مع امان نادي الزمالك يوم 28 ان شاء الله ديت هي اللي هتبقى الاختبار القوي والحقيقي لمارسل كولر بالنسبة للمباريات اصحاب المواعيد الكبرى زي نقوله وكمان نادي الزمالك مباراة بالنسبة له مهمة جدا طيب قبل ما نروح للزمالك عايزين نتكلم بس عن اداء الاسماعيل مبارح وحضوره بهذا الشكل قدام نادي الاهلي بصرف النظر عن النتيجة الاسماعيل خلال الفترة اللي فات الدعم صفوفه بعناصر جديدة شفنا باس المرسي شفنا حمد النجاز وغيره من العناصر اللي دعم بيها وكان اداءه مبارح كان اداء كويس بصرف النظر عن النتيجة فوز النادي الاهلي سجل في اخر ربع ساعة وحسم المباراة في اخر ربع ساعة ولكن النادي الاسماعيلي انا شايف ان لو احنا رجعنا بالذكرة للموسم اللي فات واول برضو مباراة كانت الاهلي والاسماعيلي مش اول مباراة يعني في بداية الموسم خسر بربعية والناس كلها قالت ان لاء الاسماعيلي هيبقى مهدد وفعلا كان بيعاني على مدار الموسم لحد ما في النهاية كابتن حمزة جمل انقذه من الهبوط وكان في المراكز المتأخرة فالنهاردة لاء الاسماعيلي كان ند في المباراة كان ظاهر بشكل كويس جريده حاطت ايده كويس على المعالم الفنية للفريق انا مستغرب جدا من حالة عدم الاستقرار اللي بيمرد بها النادي الاسماعيلي اداريا يعني مبارح نتيجة مقبولة جدا بس القرار يطلع بعد المباراة على طول وقالت كابتن حسني عبد الربو هل في ربط بينهم لما الناس شافت التويت بتاعت حسني عبد الربو مبارح وعدها بشوية حصل وتم اعلان خبر الاقالة الناس حاولت تربط ولكن اعتقد ان قد يكون الخسارة الفنية مش منطقي ابدا تكون سبب للاقالة دي فيه كلام عن قمصان الفريق والشرطات تحت العيوين وفيه كلام عن مشاكل ادارية داخل الفريق ولكن مش من اول مباراة ما ينفعش يكون ده من اول مورو ولازم يكون دايما الاندية الكبيرة احنا بنرفع دايما الشعار الاساسي ان يكون القرارات في الغرف المغلقة ويكون قرار بشكل كويس لان كابتن حسني عبد الربو اسم كبير من اسماء النادي الاسماعيلي حتى لو فيه قرار زي ده يكون بشكل مقبول ما يصيرش مشاكل لان احنا لسه في بداية الموسم وبنتمنى دايما للنادي الاسماعيلي يكون بشكل يورد جماهير المباراة مبارح بين الاهلي والاسماعيلي كانت يعني نقدر نقول انها مباراة لو نقدر نقول عليها بتوعاد الاهلي للموسم الثاني على التوالي اول طرد كان يكون من نصيبه الاسماعيلي للموسم الثالث على التوالي بيفقد نقاط اول مباراة في الدوري وبتكون قدام الاهلي التاريخ بيعيد نفسه بقاله كذا موسم يعني هو ممكن تكون يعني مصادفة ولفتة كويسة ان حدرتك بتربطي بينها ولكن هو شايف الموسم مختلف ان الاسماعيلي السندي مش هيكون بيعاني نفس المعاناة السنة اللي فاتت اتوقع ده بنسبة كبيرة جدا بشرط الاستقرار الاداري يكون موجود في النادي الخسارة مختلفة كانت ربعاية قبل الموسم اللي فات لا المرة دي بهدف واحد بس وكانت زي ما قلنا متأخرة طارد طاهر طاهر يعني كان هو تهور من اللعب شوية وبالمناسبة برضو جمهور النادي الاهلي خاف بمجرد ما طارد بدأوا يسأله طب هو هيغيب عن مباراة السوبر المحلي ولا اللوايح خلاص اتغيرت بقت كل بطولة منفاصلة فطاهر طاهر جاهز ان هو يشارك في مباراة السوبر المحلي لو كولر حاب يستعين به بشكل فن مباراة طيبة وكلاسيكو من الكلاسيكيات الكرة المصرية الاهلي والاسماعيلي ونتيجة شايفها طبيعية جدا بالنسبة ان النادي الاهلي كان ليدنج شوية في بدايته في الموسم وشارك في افريقيا الاول اما النادي الاسماعيلي ده يعتبر اول ظهور رسمي عظيم نروح لموارات الزمالك واسموحة وفوز الزمالك بهذا فين هل كنت بتوقع فوز الزمالك بهذه النتيجة واداء سموحة كمان وكافة انطرق العشر كان عامل ازاي مبارا بكل تأكيد سموحة فقط اكتر من عنصر مميز من عنده مروان حمدي كان هدفه وبينفس على هدف الدوري تم بيعه او خلاص انتهت اعارته وبعد كده الزمالك هو اللي بيعه عبد الكبير الروادي كان احد افضل الاجناحة الهجومية عنده مشي في اكتر من عنصر مشي من سموحة في نهاية الموسم التدعمات مكادش بنفس الدرجة دي او الصفقات بتاعت سموحة مكادش بنفس الدرجة اللي تقدر تعود الغيابات اللي كانت عندهم كابت انطرق العشر طبعا اسم كبير ومخضرم في التدريبات وبيعرف يعمل شكل منظومة في الفريق اللي بيدربه اعتقد انه هو حاول يعمل ده في المباراة بالامس وكان برضو ندل الزمالك على الاقل في الشروط الاول وكمان كانت لكورة في العرضة وكان ظاهر بشكل طيب ولكن برضو نفس الكلام اللي قلناه عن ندل اهل نقدر نقوله عن ندل الزمالك البداية في الموسم اكتر انه هو شارك في مباريات افريقية انه هو عنده عناصر يقدر يستغلها بشكل اكتر واكتر فساعدت في انه هو يحقق الفوز بالامس اعتقد هو فوز مستحق وفوز طبيعي جدا بعد الاوراق الهجومية اللي دفع بيها في الشروط التاني نزول شيكبالا ويسقف سما نبيه عمله شكل هجومي كويس جدا للنادل الزمالك وساعد في الهدف اللي اخطأ فيه شريف رضا وسجله في مرمى شيكبالا كان ظاهر فيه بشكل طيب جدا طبعا وفي النهاية سامسون واضح انه هو بيحاول يقدم اوراق البصمة الاولى للصفقة الجديدة طيب نقدر نقول ان يعني مباراة الامس ده ممكن تكون فيها الصفقات الجديدة اتقدمت او نقدر نقول ان الصفقات الجديدة مبارح سواء كان في ماتش الزمالك او في ماتش الاهلي قالوا كلمتهم سواء الجون بتاع شادي او الجون بتاع سامسون نقدر نقول ان الجمهور متقبل الشباب الجديدة ومستني منهم حاجة اكيد طبعا وتحديدا جمهور ناتز مالك بالامس كان فيه رضوط فعلة طيبة جدا على سامسون اكينولا بيعتبروا مهاجم بنسميه كده في لغة الكورة هجام عنده الصقة بيخش بيقدر يختفى الكورة من المدافع عنده ثبات فعالي وقف على الكورة ما استعجلش رؤيته للمرمة بشكل كويس حطها بجوم بشكل طيب جدا فاعتقد ان هم تطمنوا لان كان ناتز مالك عنده ازمة مفيش بديل لسيف الجزيري بالقوة اللي يقدر يعتمد بها ناتز مالك دلوقت سامسون اكينولا بيقدم اوراق اعتماده في الموضوع ده سريعا وفي ثواني بس برضو نروح لمباراة بيرامدز مباراة بيرامدز كانت بالنسبة لي مفاجأة لان نادي انبي برضو ما كانش من الاندية اللي عملت تدعمات كبيرة جدا ولكن برضو حتى اللي سجل الهدف كان من ضمن الصفقات الجديدة وده تقريبا هتبقى كلمة او الشعار بتاع الاسبوع الاول شعار الصفقات الجديدة رفيق قبو ومصطفى فتحي ايضا من الصفقات الجديدة البرامدز هو اللي تقدم رجاح كمال الاندية في اختيار الصفقات اللي ادعمت بيها فرقها عشان تقدم مباراة طيبة وزي ما مش فينا مباراة طبعا نحن نشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والمعلومات الناقد ارياضي عبد الحميد فراج الف شكر لك شكرا جزيلا